موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الشطر الثاني من عمر هذا المباشر أسعد باستضافة السيدة المفتش العام بوزارة التربية الوطنية سيد دمسقم الجادي أهلا بك سيد الكريم شكرا على قبول دعوة برنامج الظاهرة سيدي اليوم في مواضيع كثيرة نود أن نناقشها مع سيادتك تخص قضايا تعليمية وتربوية في نفس الوقت وزارة التربية الوطنية دعت منذ يومين دعت مديري المؤسسات التعليمية لكل الأطوار باتخاذ إجراءات لازمة تسمح للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية لنهاية السنة بمزاولة حصص تدريبية للدعم البداغوجي خلال الأسبوع الأول من العطلة كيف ستتم هذه العملية أولا وما هي الضوابط التي وضعتمها لضمان مداومة الأساتذة وإقبال التلاميذ كذلك شكرا أولا في الحقيقة سنويا وزارة التربية تنظم هذه الأسبوع الأول من عطلة الشيتاء وكذلك من عطلة الترابيع تخصص هذا الأسبوع بالدرجة الأولى للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية لتدريبهم على أنماط الامتحانات وكذلك تحضيرهم نفسيا لهذه الامتحانات ويمكن كذلك إذا كان فيه خاصة عرفنا أن في بعض المؤسسات كانت في بعض اختلالات والاضطرابات يمكن للأساتذة بالاتفاق مع التلاميذ القيام باستدراك الدروس المتأخرة مع العلم أن وزارة التربية قد قامت بتنظيم برنامج بداية الفصل الأول لمعالجة التأخرين وجدها لكن هذا الأسبوع الأول يخصص للمراجعة بالأفواج بين التلاميذ مع بعض كذلك حل تمارين تمارين تشبه للأنماط الموجودة في الدليل الامتحانات وهذه القاعدة منظمة السادة مدير المؤسسات وكذلك العوان وأساتذة مجندون لإجراء هذه العملية نعم سيد مسجم بعض المؤسسات التعليمية شهدت نقصا من حيث التأطير خاصة في بداية الموسم الدراسي وفي بعض الأحيان هذا المشكل لا يزال قائما لماذا وما هي الإجراءات لحل هذه المعضلات؟ هي في الحقيقة لما قمنا بالمسابقة الوطنية نعم مخفاك سيدتي أن الالتحاق بالمنصب يخضع إلى إجراءات منظمة من طرف الوظيف العمومي الموظف مجرد يأتي له استدعاء له مهلة للالتحاق بهذه ويمكنه عدم الاستجابة لهذا الاستدعاء والمدة بين التعيين الأول وعدم الاستجابة نوعا ما طاولة ولهذا الإجراء الذي أخذته وزارة التربية قمنا بتعيين مستخلفين على المناصب الشاغرة وقمنا بعملة تعيين الأستيذة بداية ديسمبر لكي يمضوا المحاضر ويباشروا الدراسة بداية جنفي مع أنها الفترة الفصل الأول كانوا فيهم المناصب الشاغرة كانت محتلة من طرف مستخلفين ولتفادي هذا الفراغ ما بين التعيين والالتحاق عينة مستخلفين وتم تنصيب الأستيذة الجدد والآن بقتلنا حوالي ألف منصب شاغرة مع العلم أن في سنتين كانت عدنا حوالي 30 ألف منصب شاغرة الآن عدنا فقط ألف منصب شاغرة التي سنغطوها بمستخلفين وهذا العدم الالتحاق كما شرت إليه في بعض الأحيان نتيجة عن أولا عطال مرضية في بعض الأحيان صعوبة إيجاد الأستاذ المستخلف خاصة في مادة الرياضيات والفيزياء اللي نشهد فيها عجز هذه ألف مثلا ألف منصب شاغر الأغلبية منها من مادة الرياضيات والفيزياء ولذا كانت صعوبات لبعض المؤسسات لإيجاد المستخلف لكن نهاية هذا الفصل استقرت الأمور مدام بل الأرضية الرقمية لتحقوا الأستاذة الذين هم في القوائم الاحتياط لتحقوا استلموا الاستدعاءات مضاول محاضر التنصب وسيباشرون الدراسة بداية جونجي إن شاء الله سيد مسجم اليوم وزارة التربية الوطنية ومنذ وقت بشرت إصلاحات جذرية كبيرة عميقة إصلاحات الجيل الثاني هذه المناهج التعليمية التي يرجى منها الكثير التي يرجى منها الارتقاء بالمدرسة الجزائرية بمقاييس عالمية تحافظ على الخصوصية الجزائرية ولكن التلميذ وولي أمره محتراني بين ضرورة الارتقاء والنجاح في الامتحانات والشكوى من صعوبة المناهج الدراسية هنا أود أن نقيم ولو تقييم أولي للفصل الأول من هذا الموسم الدراسي في الحقيقة فعلا في نهاية الفصل الأول أو الثاني أو الثالث ستكون عملية قيمية نحن بصداد استقطاب كل معطاية من الولايات من أجل وضع هذا التقييم لكن غدا إن شاء الله الأبواب مفتوحة في جميع المؤسسات للأولياء لسحب كشف النقاط أو دفاطر التنقاط مناقشة النتائج مع الأساتذة المتواجدين في المؤسسة التعليمية نجب أقول لك باللي فعلا المناهج هذه المحينة وكتب الجديدة في بدايتها بالطبع تطرح صعوبات لكن لاحظنا بالنسبة للأساتذة الذين طبقوا المناهج وكتب الجديدة السنة الماضية سنة أولى وسنة ثانية ابتدائي وسنة أولى متوسط صبحت عندهم ورونة أكثر في هذه السنة لتطبيقها بينما الأساتذة الذين كلفوا بسنة الثالثة الرابعة ابتدائي وسنة الثانية لهم لا أقول صعوبة ولكن صعوبات سيدي خلينا نسمع الأمور بمسمياتها لأن التلاميذ يشتكون يقول لك المستوى مرتفع جدا عن قدراتنا في الحقيقة لأن الأساتذة والتلاميذ كانوا متعودين على نموذج معين والنموذج هو تخزين المعلومات واسترجاحها هذا هو النموذج البسط اللي كان معتاد في المدرسة وكل تغيير بدايته صعبة البداغ جل التي وضعناها في الأقسام من طرف الأساتذة تجعل التلاميذ يبذل أكثر جهد تكون عنده مصابرة لماذا؟ نريد من أبنائنا يحب العمل يحب البذل الجهد وهذا تطلب من الأستاذ فعلا تحضير قوي جهد مضاع ووجوده قوي مرافقة كل التلاميذ معالجة المشاكل المطروحة لكل تلاميذ كل هذا يجعل الأستاذ لا يتكيف بسهولة ولكن أنا كنت في ساعتين كنت مع مجموعة من الأستاذة استدعيتهم باش نعرف الصعوبات تحهم وبلغوني بلغوني بصفة مباشرة بلغوني الصعوبات اللي كان يتلاقوها في الآن صعوبتهم في تسير الوقت لأن الوقت في المدرسة الابتدائية على سبيل المثال الحصة 45 دقيقة 45 دقيقة يليق له يبني المفهوم ينشط التلاميذ تلاميذ للتطبيقات يدير تقييم إلى كل هذا المراحل المتسلسلة في بناء المفاهيم تطلب من الأستاذ جهد والحكمة في تسير الوقت وهذا يطلب تجربة ونحن نتوقعين أن الأستاذة في مدواجزة يتحكمون في هذا السلوك إن شاء الله ننتقل الآن إلى قضية التعليم باللغة الأمازيغية سيدي يعني الذي يعرف تعميم ومسى أغلب ولايات الوطن ماذا عن بقية الولايات التي لم تعمم فيها التعليم باللغة الأمازيغية وحجم التأطير بالنسبة لهذا المادة الآن حوالي 350 ألف تلميذ يدرسون الأمازيغية في المناطق المختلفة لأن الأمازيغية تأخذ أشكال مختلفة سواء كنا في غردايا ولا كنا في باكنا ولا في طمراست ولا في تلمسان تأخذ أشكال مختلفة وتستعمل حرف مختلفة كين يستعملوا الحرف العربي كين يستعملوا الحرف اللاتيني وكين يستعملوا الحرف التيفيناف كما طمراست الآن عدنا حوالي 1900 أستاذ في اللغة الأمازيغية ووزارة التربية كلما كان طلب كلما كان طلب من طرف التلاميذ أو الأولياء نفتح ولو بعدد قليل لأننا نعتبر لترجيع توسيع وتعميم هذه اللغة كلما ظهرت طلب مهما كانت المنطقة سنفتح قسم نعطيك مثال عدنا أقسام زوجة التلاميذ فقط فقط ولكن هذه الثنين وثلاثة التي فتحناها جعلت التلاميذ والأولياء يقبلون إلى هذه اللغة ونحن متفائلين لأننا عدنا 38 ولاية التي سيدرس بها الأمازيغية ومتفائلين لأن السيدة الوزيرة وزارة التربية في تقييم سادة مدارة التربية وضعت معايير لتقييم الآداء التحم ما هي؟ من بينها فتح أقسام الأمازيغية من بينها فتح أقسام التلاميذ ذوي الحاجة الخاصة كلما كان مبادرة مدارة التربية لفتح هذه الأقسام كلما كانت تقييم للمدير التربية أحسن كان أحسن نعم على كل وزارة التربية الوطنية تتكيف مع المعطيات الجديدة بالنسبة للمحيط الداخلي أو المحيط الخارجي كذلك ومع الفضاءات التي يتفاعل معها التلميذ سواء كانت هويتية أم ترفيهية وهنا أخص بالذكر النات الذي أصبح خطرا مباشرا يهدد التلاميذ طيب في هذا النقطة وزارة التربية أصدرت مؤخرا تعليما تخص تحسيس التلاميذ بمخاطر النات كيف يتم تفعيل هذا التعليم ما خصا أنه التلميذ يفرق أن المدرسة هي الجد والمصابرة والعمل وكل ما هو نت يتعلق بالترفيه وغالبا ما يتم استهلاك هذا هذا الفضاء بطريقة سرية وما نجم عنه من حالات انتحار للأسف لدى بعض التلاميذ نتيجة لعبة على النات فعلا في الحقيقة كما شرتي لي نتأسف كثير لهذه الظاهرة لليوم صبحت يعني موجودة في هذه الشبكات الاجتماعية احنا وزارة التربية لو كاننا نشوفه المناهيج الدراسية كلها إما تشمل نص إما لها يعني خطاب حول هذا يعني المجال الجديد ولكن هذه التعليمة التي جاءت صدرت بعد هذه المشاكل اللي وقعت بالنسبة لبعض الأطفال أو مراهقين جعلنا منها محور أساسي يعبر جميع نشاطات المدرسة في هذا الأسبوع طلبنا من جميع المؤسسات يقدم درس تحسيسي ولكن طلبنا من جميع الأساتذة في كل مرة يأخذوا بعض الدقائق من حصصهم اللي لفت الانتباه وكذلك توضيح المشاكل التي يطرحها الانترنت أو الشبكات الاجتماعية وهذه المخاطر لأن التلميذ لما يكون مع الجهاز يكون في الحقيقة في عزلة وهذا العالم من العزلة يجعله يفقد اليقاضاء ويفقد كل المعاليم التي تسمح له باش ينجو من هذه المخاطر كذلك طلبنا من المستشار التوجيه والإرشاد ليهما أقرب من تلميذ لأنهما يعرفوا كثير المشاكل تلميذ طلبنا منهم باش يدلوا حمالات ويتقرب تلميذ ليعتبرهم تلميذ بجوار الخطر مثلا تلميذ لنتيجة ضعيفة لعندها مشاكل العائلية كل هذه التلميذ طلبنا من المستشار التوجيه والإرشاد التقر منهم ومساعدتهم على تحدي هذه المشاكل وحتى لا نبقى في الكلام أعتذر عن الوصف الجاف ربما هل من حالات تم إنقاذها هل من تلميذ تمكنه من تجاوز هذه المراحل بفضل المرشدين فيها تلميذ يبلغوا التحسيس يجعل تلميذ يبلغوا الإدارة قال هذا التلميذ رسم الحكري الأزرق يقول هذا التلميذ عندها مشاكل مع العائلة صبحوا التلميذ يتنبه للزملاء وصبحوا الأساتذة أكثر يقضى المساشر التوضيح أكثر يقضى لأن هذه المشكلة التي قعت خلقت نوع من يعادة النظر في الالتفاة نحو التلميذ ليس فقط من أجل الدراسة فقط وإنما فيما يخص مشاكلهم العائلية أو الاجتماعية خاصة وأنه سيد مسجم الإصلاحات الجيل الثاني من مناهج التعليم التربية والتعليم ترتكز على ذكاء التلميذ على عبقريته وليس على نظام الحفظ يعني نعم المناسبة السانحة لاستغلال هذه الميكانزمات الجديدة الأكثر مرونة مع التلميذ ما تعلم طبعا مثلا الجانب النقدي اللي هو يعني كل برامج تلحي عليه الآن طلبنا من الأساتذة يوضع التلميذ في مشكلات من أجل طرح فرضيات تساؤلات تحليل الوضعية نقد الأرى الاستماع التفاوض كل هذه القدرات العقلية اللي بحقيقة كانت مفقودة طلبنا من الأساتذة من خلال المناهج لتدربها على التلميذ بتكون عندها يقاضة أمام ظاهرة جديدة ولا يتقبل أي تصريح أو أي أرى حتى يصبح في مشاكل معينة فعلا سيد دمسيق جمال أداء الأمثل لا يقتصر على الجهد المضاعف للأستاذ لا يقتصر على الجهد المضاعف للتلميذ وولي الأمر يقتصر كذلك على ظروف مادية يجب أن توفر داخل القسم في مؤسسات تعليميات وعاني مشاكل مالية ما الإجراءات لتدارك النقص هنا المشاكل المالية نجم قولك سيدتي الدولة ستوفرنا كل ما نطلبه توفره فعلا عن جراء يعني الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الدولة البلاد نعم فيه تقلس ميزانية لكن كل الديون التي ترتبت عن مثلا تسير المؤسسات من غاز من كهرباء من هاتف كلها سددت مؤخرا من طرف الدولة طيب وزيرة التربية الوطنية سيدة بن غبريت أكدت أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا جاهز وسيتم عرضه على الحكومة في الوقت المناسب هل لنا نعرف ملامح هذا المشروع وكيف تمت سياغته أولا هذا المشروع فعلا أخذه وقت طويل لأنه طرح على الشرك الاجتماعي عن خبارة عن الساتيدة وموفتشين والأساس لهذا الإصلاح وهو إدخال المراقبة المستمرة لأن المجهودات التلاميذ لازم نتكفل بها لازم تقيم لازم لأن لما نتكفل بالمراقبة المستمرة الأعمال التي يقوم بها التلاميذ خلال سنة أو خلال سانتين وتثمن نظمان للضباط في الدراسة هذه واحدة واثنين نقلص عدد الأيام الباكالوريا وهو طويل جدا خمسة أيام باكالوريا الدول المتطورة لا تتعدى ثلاثة أيام ولهذا لازم لا نرجع إلى المعايير الدولية تقليص عدد الأيام وإدخال المراقبة المستمرة وهذا الملاي فراحة جاهز والسيدة الوزيرة ستقدمه لاحقا أمام الحكومة إن شاء الله في ختام حوارنا سيدي ماذا عن العطلة الشتوية ماذا عن البرنامج والتواريخ العطلة الشتوية تنطريق غادر إن شاء الله ونطلب من الطالب المقبلين لامتحانات يعني أخذ هذه الفرصة الأسبوع اللول لوجود الأساتذة والإدارة بالمؤسسات لمعالجة كل ما فاتهم في الدراسة كل المشاكل كنتمت رحالهم يقدمها الأساتذة يشهرها لهم والأسبوع الثاني يخصص للراحة وهذه هي سنة الحياة فعلا فعلا نعم سيد مسجم نعم فعلا الامتحانات يجب التحضير لها ويجب المطابرة قصد الحصول على نتائج جيدة كذلك تمكن التلميذ من الانتقال إلى أطوار تعليمية أخرى هل من تفكير مثلا في توسيع الحصص الترفيهية للتلاميذ فعلا السيدة الوزيرة يعني راهيد تبذل كل ما في وسعى لتوسيع إضافة وقت معين للنشاطات الثقافية في الابتداء ما أخفكم سيدتي أننا فيما يخص كل المواد الإيقاظ ما يتسمى بالمواد الإيقاظ الموسيقى الرسم الرياضة كل هذه وضعنا بين أيدي الأستيذة دليل لهذه الأنشطة وضعنا ديفيدي باش يبين كيفاش يعمل مع التلاميذ السيدة الوزيرة ضافت ربع ساعة كانت فقط 45 دقيقة للرياضة لأن المشكلة في التوقيت يقول لك التلاميذ يتم استغلال الوقت المخصص للترفيه رياضة وموسيقى ليستدراك التأخر في بعض الدروس هذا في الحقيقة كان من نوع من هذه التقاليد من هذه الممارسات ولكن لازم المربي يعرف بلي أن الجانب الوجداني والجانب الحراكي له دور قوي في تنمية الشخصية للطفل ولابد تخصيص وقت أطول لتنمية هذه القدرات عند الأطفال لأن التلميذ لما توضعه في ناشاط يبرز كل القادرة التي تعمل سواء في الرسم أو في الموسيقى ولاحظناهم لما يدير المصرح يكون في واحد المواقف غير التي هي موجودة لما يكون في الدراسة وهنا نطلب من الأساتذة مفتشين يحثوا ويطلبوا من الأساتذة بشيكثوا من ناشاطاتهم نعم في سؤال أخير لو سمحت سيدي النظام التعليمي نظام التربية الوطنية يتكيف دائما مع المستجدات كما قلنا قبل قليل هل من تفكير في العباقرة في أصحاب المهارات العالية جدا هم قلائل ويشتكون كذلك من عدم يعني عدم التكيف مع القدرات العقلية للأطفال العاديين هل من تفكير في إدماج هؤلاء بما يليقوا بهم صح أولا لما نسمي الأطفال ذوي الحاجة الخاصة مشي فقط لأطفال اللي عندهم يعقوا لكن كل ما يخفكم شنا هذا جانب هام جدا والقانون التوجيهي الذي اصدر في 2008 يتكلم على هذا الأطفال والمشروع المدرسة لازم يمشي حول مؤسسات للنخبة لأن النخبة هي التي تجعل استمرارية للدولة سواء في مجال التكنولوجيا أو في الإدارة أو في التسير لازم هذه النخبة نعطوها الفرصة التحاجة إن شاء الله أشكرك جزيلا شكرا السيد نجادي مسجم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية شكرا جزيلا سيد شكرا شكرا